واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تم الكيف أن الله تعالى شهد لهم بالصدق والإخلاص يريدون وجهه أطلب أعظم مطلوب وأنفس مرغوب ما يريدون إلا وجه الله وهذا الإخوة أعظم نعيم وهكذا ينبغي للمسلم في كل عبادة في كل ذكر في كل صلاة في كل تلاوة أن يلاحظ هذا المقصد العظيم نعم أنت تريد الجنة تريد النعيم لكن أعظم نعيم في الجنة لذة النظر إلى وجه الله الكريم هذا يجعل في قلبك وأنت تعبد الله يجعل في قلبك الشوق للقاء الله كلما صليت وأنت تصلي تستشعر أنك تناجي ربك الآن وأنت على شوق على شوق عظيم للقائه في الفردوس الأعلى فتكون صلاتك حية فيها معنى فيها حب الله فيها الشوق للقاء الله هذا يحيي صلاتك حتى في سجودك تدعو الله تعالى اللهم سألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إذا ما سألت هذا المطلوب أعظم مطلوب ماذا تسأل فهكذا هذا المقصد وأعظم المقاصد يريدون وجهه كما قال الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وهي عامة لكل من اتصف بهذه الصفة